إيه رأيك في اللي بيحصل حكاية يوسف و أسامة نبيه لعيب كويس السنة فاتطلعته كان ممتاز جدا كمصر كلها كورا مصرية تفرح بلعب زي يوسف و أسامة نبيه واسمعنا أنه المدرب في المنتخب فيتوريا كان بيفكر فيه أنه يضمه فترة من الفترات ماشي بشكل كويس فجأة يختفي عن الصورة تماما ويحصل اللي يحصل أنه وقع وموقعش الحكاية دي كلها على بعضها رأيك فيها إيه هقولك برضو زي ما قلنا فيه لعيبة تيجي من بره موفقة أو مش موفقة بعدها تتوفى إيه نفس القصة بزبط ناشئ صاعد لعبيه وشف طبعا لعيب كويس جدا إن كانت علي عليها جدا جدا بدأ كويس بدايته كبيرة في مطش الأهلي اتنين اتنين دي كان يقعوا مطش ليه يلعب أهلي يعمل أسست فابتدى كبير هو الوقت عنده طموح يعني هم عنده طموح عنده إمكانيات عنده يتحط شوية في حتة اللي هو ربع ساعة عشر دقيق تلت ساعة هو عقلية وقال لك لأنا عايز ألعب أكتر من كده الزروف اللي فيها النادي ممكن ممكنش فيه فيه حاجز على الأموال نقص فلوس هو نفسين برضو تاعب جدا في الفترة بتاعت كابتن سامة لم يمسك ويجي يمشي ورجع بمسال رفيرا اتأثر جدا هو اتأثر العمر ما ينسى له مطش فارقه ينهار بعد أن مطش نهار طفل صغير بك عشان كابتن سامة عشان كابتن سامة مش لا عشان مطش بتاعتات السفرة بتاع فارقه كان سامة هو اللي كان مسك كان آخر مطش وخاص بسه جي أعب برة كان أعب برة عندك كابتن سامة هو اللي كان بيدير يعني فيوسف نفسي أكتر ويوسف لعيب تعامل نفسيا الأكتر فهو من ساعتها مش هو يوسف عشان الوضع مش مستقر حاس الوضع مش مستقر هو من ساعتها حتى بعد الموقف ده هو مش يوسف مش تقصير منه هو نفسيا الولد مش مستقر في الوقت اللي برضه في المجلس مسلا حد قاعد مع مرة ولد ثاني وقتها طيب فهو في الأخ اللي قال عيب كواس كدا جدا ومكسب مكسب لاي حد مكسب اتقال انه وقع البرامت اه فهيبقى مكسب البرامت كان إذا مالك يقدر يعمل حاجة انه يبكى عليه ولا هو كان واخد قراره لا 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 اه كانش واخد قراره لا 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 اه 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 هي ظروف تختلف من واحد التاني من الشخصات التانية طبعا